السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلميذ السنة ثانية متوسطة ولا حتى أولياء تلميذ لهم يشاهدوا فينا معكم أستاذ ياسمين وأبنائي إن شاء الله خطرت لكم اليوم فرض في مادة الفيزياء بالنسبة للفصل الأول كما قلنا وكل هنا ما تشوفوش اختبار وإنما هو فرض لماذا فرض لأنه رح يهضر غير على العفيس اللولين اللي قرينهم في الفيزيك مفهوم يعني يعني نقص منه بعض التمارين إذن يلا أبنائي نشوفو كيفاش يقدر الفرض يجينا هذا الفصل إذن أول سؤال ولا أول تمانين يقول صنف في جدول تحولات الكيميائية والفيزيائية قرينا وشنو معنى تحول كيميائي قرينا وشنو هو تحول فيزيائي يلا عدنا تقطيع الحديد تحول حليب إلى لبن سلق البيض صدق الحديد تركيب الضوئي للنبات ذوبان الملح في الماء تفقيس بيض الدجاج يلا هذي كيفاش شفتوا باللي ديف وصحياتكم كما الكتاب حلينا تمانين تاع الكتاب كانوا سهلين احتراق ذوبان سكر ذوبان المح نو لهنا زاد شوية دوغري يلا هنشوفو كيفاش نرطبوهم يلا تنين كيف نكشف عن الغازات التالية غاز دوناء الأكسيجين غاز دوناء الهيدروجين وغاز دوناء أكسيد الكربون لازم تلميت يقرى فيزيك سورتو دوس يماني لازم نعرفو هذا إذن أنا ندلكم تذكير عليه التمرين تاني مش يقول قيطة من الجليد كتلتها واحد كيلو جرام معنى كتلة كبيرة نضعها في إناء وبعد مدة تتحول لماء معنى خليتها تحولت ما لوحد تتحول معنى الجليد كيت تحول الماء ما هو وعلل عند وزن الماء نجده 1250 جرام يستنتج كتلة الماء وكتلة الإناء فارغا ما فهم إذا نشوفوا البياج اللي يقدروا يعطوها لكم وهذه طهلي بالكيلو جرام نظرك أنه مدبيا نحلوا ما هو أصعب بلش هكذا حجم تجيكم صعبا إن شاء الله في فروضكم أو اختباراتكم يلا قال لي مدم هذا 1250 وهذا 1000 جرام يلا تصحيح على بركة الله نعاود نولو الثمانيين تانا وش يقوله الثمانيين الأول صنف الجدول في جدول التحولات إلى تحولات كيميائية أو فيزيائية يلا ولازم نعطيكم تعليل باش هكذا تديروه صحيح إذا تحولات كيميائية وش قلنا هي تحولات تتغير طبيعة المادة معنى تولي لي مادة أخرى ولا يمكن بواسطة هذه المادة الرجوع إلى الحالة الأصلية معنى ما قدش نحاود نولي بها إلى المتفاعلات التوعيم معنى العفسة اللي كانت عندي في الأول ما فهم هذا هو التحول الكيميائي العكس التحول الفيزيائي لا تتغير طبيعة المادة ويمكنني العودة بها إلى الحالة الأصلية يلا درناها في الدرس ونخلي لكم إن شاء الله الرابط في الوصف يلا التحولات كيميائية تحول الحليب للبن معنى تها خلاص أول لا للبن أسكن من هدك اللبن نقدر نعودنه للحليب مستحيل إذا فهو تحول كيميائي سلق البيض تحول كيميائي لماذا لأن البيض يكون مغلي هل نقدر نعود نرجعه نيئ لا إذا فهو تحول كيميائي الصدق الحديد معنى الحديد يتصدد أسكن من هدك الصدق نقدر نعودنه للحديد لا تركيب ضوئي ونسيت بش أقول لكم أبنائي التحول الكيميائي ينتج مواد جديدة يعني ينفهم حاجة جديدة تنتج لكي اللبن جديد البيض المغلي جديد الصدق حاجة جديدة ما كانتش في اللول نفس الشي تركيب ضوئي للنبات يخيقونا الضوء في العلوم النبات عفوا يستمت وش يدير يحكم الضوء والس أو دو بش يدير تركيب ضوئي معتها من الأو لس أو دو والضوء ينتج عنه الطاقة ما فهم إذن يلا أبنائي أسكو نجدت لي مادة جديدة نعم وهي الطاقة وش كان عندي في اللول كان عندي ضوء وس أو دو إذن فهو تحول كيميائي تفقص البيض معتها البيضة كانت عادية وفقصة أسكو نقدر نعود نولي للأصل تحال لا خلاص تفقص معتها خلاص صحتولي كبيرة إذن تحول كيميائي العكس لأن تحول الفيزيائي حاجة مجديدة عندي تقطيع الحديد أنا قطعته حديد كان عندي نورمال وقطعته حاجة مجديدة ما صارت نقدر نعاود ندوبه مع بعض البعض ونعاود نشكل هذا الحديد إذن فهو تحول فيزيائي ذوبان الملح في الماء نقدر نعاود هذا الملح ما القرية داب في الماء وسح نقدر نعاود ندوبه ونحطه فيكسرونة ونسخله على النار حتى يخلص كل الماء فهو تحول فيزيائي إذن يلا السؤال اللي بعده وشيقول كيف نكشف عن غازات تالية غاز ثناء الأكسجين ثناء الهيدروجين وثناء أكسيد الكربون إذن يلا ثناء الهيدروجين نقرب عثقاب فتحدث فرقع لازم عليكم تعرفوها الأوتنين نقرب عثقاب فيحدث اشتعال أما السؤود فنكشف عنه بواسطة رائق الكيس فيتعبكر ما فهم هادو دوز يماني لازم يتحفظو يلا نروح لموراها اللي قاتلنا قطعة من الجليد كتلتها واحد كيلو جرام نضعها في إناء وبعد مدة تتحول لماء ما نوع التحول وعلي إذن شوفوا نوع التحول هو تحول فيزيائي أعلش فيزيائي أتعليل طبيعة الجليد والماء واحدة أي إن الطبيعة لم تتغير نفهم إذن فهو فيزيائي كما أنه لم تتجلن موات جديدة كان عندي ما ولا ما إذن ما كان حتى مادة جديدة برك ولا جليد ويمكننا عودة بالماء إلى الجليد أي إلى الحال الأولى تلاميذ لازم ديروا لي كلمة طبيعة كلمة تشكلت ولا لم تتشكل لنا مادة جديدة وأسكو يمكننا العودة إلى الحالة الأصلية أم لا ما فهم أستاذ المصحح نجب يلقى هاد الأشياء يلا اللي بعده يستنتج كتلة الماء وكتلة الإناء قال لك علما أنه عندما وزننا الماصبنا 1250 معلية إلا ها ترجح القرام نعرف باللي إحنا 1 كيلو جرام هي تساوي 1000 قرام إذن وشنو حندير الكبير ناقص صغير باش نعرف كتلة الماء نفهم يلا وكتلة كذلك الإناء إذن عندي 1250 ناقص 1000 تعطيني 250 إذن 1000 هي كتلة الماء أعليش أبنائي كتلة الماء لأنه قلنا الكتلة في التحول الفيزيائي أو الكيميائي لا تتغير إذن كتلة الجليد كانت عندي 1 كيلو جرام نهي ألف عفوا نعم الماء لازم نلقى 1000 قرام أي 1 كيلو جرام أما كتلة الإناء فارغ حلقينها 250 مفهم سهلة جدا يلا شوفوا اللي هنا وشنو نجري تحليل كهربائي لهذا الماء وشنو نتحليل كهربائي أقريناه ونحطوه لكم إن شاء الله في رابط الوس ينتج عنه غازين ما نوعه التحول وسمي الغازين الناتجة إذن التحول هو تحول كيميائي أنا فقط التحول تحليل كهربائي الماء دوما كيميائي التعليل لأنه بدأت بالماء ونتجه لغازين هاد الغازين ما كانوش في الماء ما فهم بدأت من الماء وتشكل لغازين ما عندها تشكلتلي حاجة جديدة فهو تحول كيميائي ما هما هاد الغازين قشد وقود لازم تحسي تعرفوهم ثنائي الهيدروجين وثنائي الأكسيد